إبليس حينما يهرب من الإنسان لا يهرب من الإنسان القوى اللي قدامه ولكن يهرب من المسيح الساكن داخل الإنسان قاوموا إبليس يهرب منكم إن كان على قوتي أنا القديس أنطنيوس في قمة مجدو اللي كانوا يتحارب كانوا يقول لهم إيه أنا أضعف من أصغركم فكانوا باتضاعوا بيشوفوا أنه هو متمثل بسيده فكانوا بيهربوا منه فهنا مقاومة إبليس عشان يهرب مني أنا بقاوم طرق المقاومة هنتكلم عنها ولكن يقينا إبليس يهرب من المسيح الساكن فيك بس من القوى اللي جواي يعني كإني بقول قاوموا إبليس فيهرب من المسيح الذي بداخلكم تمام صحي جدا كده كيف نقاوم إبليس أعمل بكل طرق أخلي المسيح بقى جواي صحيح أتسلح بسلاح الله الكامل اللي هو إيه كلمة الله قوية وفعالة وأنظم من كل سيف زي حدي أتخيل أي إنسان بعيد عن كلمة ربنا ده مش الشيطان اللي يغلبه ده إشارة من أصغر الشياطين تبهدله فأنا مليش قوة في حياتي علشان أقدر أقاوم غير أولا كلمة الله كلمة ربنا وللأسف أغلبنا مهملها يعني شبابنا حتى الشباب القارئ الجيد طب فين الكتاب المقدس في وسط قراءاتك أخشى أن يكون الكتاب مقدس ملوش نصيب عشان كده أقوى القارئين من غير كلمة ربنا بيوصل للحد صحيح لأنه لم يتسلح بسلاح الله الكامل مفهو الشروح الله اللي بيقدر يفسر بيها الكلمات فبيمنطق كل شيء فبيلحد بالضبط كده بياخده بقوته هو بمنطقه هو بالفلسفة ولكن الفيلسوف الفلان قال كذلك طيب ربنا قال إيه فأنا جيله قال إيه لأ مارسفاش دي ولم أخدها بطوحها وعشان تخدم النص اللي أنا قريته قبل كده فكلمة ربنا اللي بتقول لي هي دي السلاح اللي بتخليني اتوجهني الحاجات التانية عن اللي خليني أرغب أن نعيش حياة التوبة كلمة ربنا اللي خليني أسعى أنه أبقى لي أبقى اعتراف كلمة ربنا اللي خليني أقف قدام ربنا وصلني كلمة ربنا وصله كل حين ولا تماله فهي المفتاح عشان توصلني لوسائق النعمة اللي بتثبتني في ربنا بالجسد والدم قال من يأكل جسدي ويشرب دم إيه يثبت فيي وأنا أثبت ضمانته موجود جوايا يبقى أنا رجحت للأصل بتاعي أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم طب لما هو ساكن فيي بلس مش بيهرب مني ليه لأنه في جانب تاني قال لا تطفق الروح روح الله موجودة جوايا وبالحرية ما تكلمنا عليها في الأول يا إما أنا ميها يا إما أطفيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر